اشتركوا في القناة حيث انها تحتوي على مادة الكافيين التي تحسن نمو جذور الشعر كما تحتوي على مواد مضدة للأكسادة وبعض العناصر الغذائية المفيدة للشعر لذلك يستم استخدام القهوة كخاليط للشعر لانها تمنع تساقط الشعر وتقاوم الصلع القهوة تساعد على نمو وتطويل الشعر تحفز نمو بصيلات الشعر وجذورها تزيد من رطوبة ولمعان الشعر تزيد من كثافة الشعر تجعل الشعر اكثر قبوة ومتانة توقف تساقط الشعر وتمنع تقصفه اليوم احترقكم وصفات طبيعية بالقهوة لحل جميع مشاكل الشعر تابعوني اخوتي خطوة خطوة الوصفة الاولى يحتاج الى نصف ملعقة من مصحوق القهوة وملعقة كبيرة من الشامبو الشامبو الخاص بكم كل واحدة تستعمل الشامبو الخاص بها قموا بترطيب الشعر بالماء الدافي قموا بترطيب الشعر بالماء الدافي طبقوا هذا الخلطة على فروة الرأس اعملوا تدليك تدليك باطراف الاصابع جيداً اتركوه لمدة خمس دقائق واشطف الشعر اكرروا هذا الخلطة تسمرته الأسبوعات تكثف الشعر تجعله ينمو وتوقف التساقط وتجعله لامع في أقل من ثلاث أسابيع تظهر نتيجة رائعة لأن الكافيين الموجود في القهوة لما يمتزج مع الشامبو يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس ويجعل الشعر صحي وأقل عرضة للتقصر والتساقط ننتقل الى الوصفة الثانية نحتاج الى شامبو الأطفال اي نوع شامبو الأطفال عندكم مثلا هذا نضيف ملعقة من القهوة وهي البن نضيف لها ملعقتين من شامبو الأطفال نضيف زيت الفيتامين اي لفيتامين او الفيتامين ها او كابسولات الفيتامين اي لفيتامين او الفيتامين ها هذه المتوجدة عندكم اي نوع ماركة عندكم استعملوها تقريبا نصف ملعقة نضيف القليل من الماء مقدار نصف كوب صغير ونخلط المكونات جيداً نتركها تتخمر لمدة ربع الساعة ونطبقها على الشعر كل مبلول على فروة الرأس اعملوا تدليك تدليك واسحبوا الخصل كذلك ايضاً تركوها لمدة خمس دقائق فقط واخسلوا الشعر جيداً اشتفوه جيداً هذا الخلط ايضاً توقف التساقط تكثف الشعر تزيد فنموه وكثافته تجعل الشعر صحي ننتقل الان الى الوصفة الموالية الخاصة بالقهوة كوب من الماء الدافي نضيف له القهوة تركوه يتخمر بدرجة حرارة الغرفة مدة نصف ساعة تركوه يتخمر نصف ساعة بعد ذلك قوموا بتصفيته ثم ضعوه في قنينة بخاخ هكذا اغسلوا الشعر جيداً بالشامبو واشتفو الشعر جيداً من الشامبو ثم بعد الشطفة الاخيرة قوموا برش هذا البخاخ على الشعر الكامل واشتفو الشعر جيداً من الشامبو قوموا بتدليك فروة الرأس قوموا بتدليك فروة الرأس اتركوه على الشعر لمدة 20 دقيقة واشتفو الشطفة الاخيرة للشعر هذا البخاخ يوقف في التساقط يجعل الشعر كثيف وصحي ولامع ننتقل الآن الى الوصفة الموالية كذلك بالقهوة للشعر ملعقة من القهوة وبإمكانكم مضاعفة الكمية حسب طول الشعر نضيف له ملعقة من العسل ونضيف ملعقة من زيت الزيتون البكر هو من العصر الأولى يكثف الشعر وقف التساقط يؤالج مشاكل الشعر نضعه على فروة الرأس ونبدأ بالتدليك فروة الرأس تدليك مصاج من أجل تنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم والأكسجين الى البصيلة وهذا ما يحفز تغذيتها وإيقاف التساقط وانتعاشها نتركه لمدة 20 دقيقة ونغسل جيدا الشعر بعد ذلك يكرر هذا المصق مرتين في الأسبوع لمدة شهر واحد تحصل على نتائج مرضية بإذن الله الوصفة المغالية أخواتي ملعقة من البن القهوة نضيف لها الماء موسيقى نتركه يتخمر لمدة ربع الساعة ونقوم بتصفيته نتحصل على هذا المنقع نحتاج الى شامبو الأطفال للمقدار الذي نحتاجه نضيف ملعقة من القهوة وملعقة من العسل موسيقى ونضيف نصف كوب من منقوع القهوة موسيقى 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 نترك المكونات تتجانس مع بعض المليحة لمدة نسف ساعة بلل الشعر بالماء الدافي طبقوه على كل الشعر عمل تدليك تدليك لفروة الرأس بأطراف الأصابع نسرح الخوصل جيدا لصيف الشعر ببلاستيك لذائي اتركه لمدة عشر دقائق ثم اشتف الشعر عادي هذا الموسيقى يكرر مرة في الأسبوع يوقف تساقط ويغذي فروة الرأس ويزيل مشاكل الشعر يقوي الشعر ويقوي فروة الرأس أيضا كانت هذه الوصافات الخاصة بالشعر بالقهوة البن نتمنى كل واحدة تختار مناسب لها هي توقف تساقط وتكثف الشعر تزيل الهيشان من الشعر وترطب الشعر تغذيه تزيد في طوله تجعل الشعر صحي ولامع لكن ضروري انكم تتناولوا الأغذية الغنية بالحديد الزينك البوتاسيوم المغنيسيوم لتحفيز وتنشيط لتغذية بصيلة الرأس ووقف التساقط شربوا لترين من الماء يوميا قصوا أطراف الشعر بطريقة صحيحة أعملوا مصاج لفروة الرأس تدليك ولو بدون زيوت كل ليلة ممنوع مشت الشعر أثناء وضع الشامبو فيه دايما مشت الشعر وهو ناشف وجاف تعد عن القلق لاستخاص الحالة النفسية تلعب دور لأنها تتسبب في تساقط الشعر وطبعا أحيانا الحمل والرضاعة يتسبب في تساقط الشعر لأنها تغيرت هرمونية لكنها مؤقتة هذا الوصفات صالحة حتى للحوامل للمرضيعات للرجال للنساء لجميع شرائح العمر تبقوها وجربوها وكتبوا لأرأكم في التعليقات شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء سلام